في لبنان أكد البطريارك الماروني بشار الراعي بأنه لم يلمس في المساعد التي قام بها في الأيام الأخيرة ولو سبب واحد يستحق التأخير في تشكيل الحكومة وفي أول تعليق له بعد اللقاءات التي قام بها لتذليل العقبات أكد الراعي ضرورة تشكيل حكومة غير سياسية تتفرغ لمشروع الإصلاح وتضع في أولوياتها إعادة بناء المرفأ وبيروت معنا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي كيف يتوقع وقع كلمة بشار الراعي على تشكيل الحكومة وعلى الفرقاء السياسيين في التعجيل بها فضيلة أعتقد أن المسؤولين السياسيين في لبنان تجاوزوا كل المستويات في حالة الإنكار التي يتحدث عنها المراقبون في لبنان وأيضا المجتمع الدولي وتحديدا الرئيس الفرنسي إيمانوال مكران في معرض حديثه أو تطرقه للنقاش في الملف اللبناني طبعا هؤلاء حتى هذه اللحظة بالرغم كل المصائب وكل المآسي التي يعيشها اللبنانيون جراء الأزمة المالية وطبعا استطبعت بتبعات الانفجار انفجار مرفأ بيروت حتى هذه اللحظة يبحثون فقط في الشروط والشروط المضادة لتحسين تمثيلهم الوزاري في الحكومة المقبلة مع العلم أن المطلب في الشارع اللبناني هو لحكومة اختصاصيين التي نده بها أيضا أعلى مرجعية روحية مسيحية كما هو أيضا مطلب للمجتمع الدولي أو هو شرط أساسي للمجتمع الدولي حتى يفي الأخير بوعوده ويقدم المساعدات والهيبات التي يحتاجها اللبنانيون حتى يتمكنوا من اجتياز مرحلة الانهيار المالي الكبير الذي ربما لم يختبروه في تاريخهم لكن كل هذه الأمور لم تثني المتمسكين بمطالبهم وهنا لابد من الإشارة إلى أن النزاع الحالي في موضوع تشكيل الحكومة يتوقف فقط عند الشروط والشروط المضادة بين فريقي التيار المستقبل الذي يمثله رئيس المكلف تشكيل حكومة سعد الحريري والتيار الوطني الحر ممثلا برئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فريق رئيس الجمهورية يحاول الحصول على ثلث المعطل في الحكومة المقبلة ويشترط أنه فقط هو من يسمي الوزراء المسيحيين كما ستكون له الكلمة الفصل في تسمية أي وزير وفي تخصيص أي حقيبة لأي طائفة أخرى وهذا ما لم يقبل به الحريري الذي يعتبر أن هذا الأمر هو من صلاحياته كرئيس مؤلف مكلف تشكيل الحكومة بالتالي الأمور عند هذا الحد متوقفة لم تخرقها للمبادرة الفرنسية بالرغم من كل الوعود بإمكانية مساعدة اللبنانيين ماليا في حال تمكنوا من تشكيل حكومة سريعا ولم تخرقها أيضا المساعدة التي قام بها البطريارك الراعي وتؤكد هذا الأمر المواقف التي أعلنها اليوم الراعي في عيضته والتي دعا فيها إلى حكومة اختصاصيين ليس فيها ثلثا معطلا ولا مصالح شخصية وتضع في أولوياتها فقط مصالح اللبنانيين وترميم العاصمة لا يمكن أن ننسى أن العاصمة بيروت اليوم هي عاصمة منكوبة كما أكد أكثر من مسؤول لبناني لكن المسؤولين السياسيين أكانوا في حكومة الحكومة المستقيلة أم في مواقع المسؤولية الدستورية لم يقوموا بأي خطوة تساعد على إعادة إعمار بيروت في ظل انعدام للثقة بهذا التقم الحاكم من قبل كل المجتمع الدولي بالتالي المساعدات لن يحصل عليها اللبنانيون طالما أنه ليس هناك من تغيير سياسي شكرا لك دارينا الحلوي في بيروت